موسيقى جدا في الملاعب المصرية زي ما بيقولوا الكشفين لاختيار المواهب وانضمامهم داخل صفوف فريق النادي يا الاهلي. كابتن الحمدي برحب بيك مشرفنا ومنورنا. برحب بيك طبعا وانا سعيد جدا موجود معك يا محمد وبنتاز الفرصة دي اني بقول الكلمة للكابتن الخطيب. قال في حمد الله على سلامتك وربنا ان شاء الله يتم بشفاك على خير يا رب. يا رب بإذن الله عاد الى الوطن سالما بإذن الله ويتواجد وسط أسرته وعائلته وداخل بيته في النادي الاهلي بإذن الله كابتن الحمدي أولا عايزة تكلم عن مرحلة اللي لأت فيها داخل صفوف الفريق الأول وكان جيل متميز جدا مش بتكلم بس على سعيد البطولات. الكرة الجميلة الكرة الحلوة. حتى الأسامي لسه متعلقة بأذهان الجميع في الفترة الحالية احنا نتكلم عن جيل السبعينات او حتى اللي قبل كده كمان في السبعينات والستينات مع جيل التسانات اللي خد بالتأكيد وعمل رقم قياسي ريكورد في موضوع سبع بطولات دولة متتالية طبعا يعني احنا من الجيل اللي ربنا كرمنا فيه في التوقيت اللي احنا لعبنا فيه وكان حظنا ده في رأي الشخص يعني حظنا أفضل من الجيل اللي دلوقتي. اللي موجود دلوقتي طبعا للتمنينات والسبعينات ما كانش الكرة والميديا والإعلام والكم الجرائد ده وتموجود. نفس الانتشار دلوقتي دي طبعا وسائل بتلهي الناس شوية وبتلهي لعبة الكورة احنا كان وقتين احنا كنا تركيزنا كله ان احنا اللعب الكورة ان احنا بنمتع نفسنا بنمتع جماهيرنا كل واحد ليه تموح فكان يعني اعتبر ان احنا في التوقيت اللي احنا لعبنا فيه احنا محظوظين يعني محظوظين ده عكس ما بيقال كل يقول لك ما كانش علينا الاسبوت الإعلام القوي زي دلوقتي الماديات وحاجات كتب جدا لكن انت لك موجود نظر مختلفة تماما يا كبت الحمد ودي حقيقة انا مختنع بالكده يعني انت انا لو قرنت التمنينات من التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي هتلاقي وضع مختلف خالص حتى النواحي الاخلاقية النواحي التشجيعية الجامهرية غير دلوقتي خالص يعني زمان المدرجات كانت أسر كانتش أشخاص أسر الناس راح تستمتع وكان اليوم منظم الحياة منظمة ما كانش فيه يعني فترة تصارع دلوقتي اليوم مش منظم الدنيا زحمة السكك زحمة الناس متوترة على طول والتوتر دوت بيجي على اللعيب اللعيب برضو زمان غير دلوقتي اللعيب زمان حياته كانت منظمة يومه كانت منظمة ما فيش حاجات كتير بتخرجه عن الهدف بتاعه أو عن الموهبة اللي ربنا ادهاله لأنك برضو يعني حاجة مهمة وقتها اللي كان بيمارس كورة وبيلعب كورة كان بيلعب عشان الكورة كان بيلعب عشان الكورة وكان موهوب ما كانش فيه صناعة في الكورة الموهوب بس هو اللي بيلعب دلوقتي الكورة بقت صناعة اي حد ممكن عنده الامكانيات وبنشوف الكلام ده كتير بيقدر يمارس الكورة ويخش يبقى لعب كورة فقادي الفرق بيننا وبين الزمن بالوقت يعني مين من الجيل معاك الجيل بتاع الاهل في التوقيت ده حتى في المعسكرات أو السفلات اللي كان دائما معاك في القوضة فترة دي الأبرز الأجيال اللي كانت موجودة في الناد الاهل بص هو الأجيال أنا طبعا يمكن في أول التمنيات طلعت في الدرجة الأولى كان وقتها كابتن فتح باببروك لسه معتزل كان كابتن مصطفى يونس وكابتن الفرقاء كابتن خلق جدالة وكابتن خلق جدالة وكابتن مصطفى عبدو وكابتن خطيب كان هما اللعبة كبيرة موجودة في الفرقاء سعيد كان هما اللعبة كبيرة كابتن مختار مختار كابتن مار همام كابتن إكرامي كابتن سابت البطل اللي ارحمه كابتن زكريا ناصف علاء ميهوب ربيع ياسين محمد حشيش يعني فيه كتير ويعني مش عايزة نساهم يعني إنما كان أقرب واحد لي كانوا دايما يعني اللهم الدويتو الموجود في السفريات في القوة دايما متواجدين مع بعض كابتن علاء ميهوب كلنا دايما متواجدين لأنه كان بيجمعنا في هارمي صلة مشتركة هو بيحب يعني بيشرف شاي كتير وانا اتعلمت الشاي منه كتير فكان دايما التواجد معنا في القوة معنا المعدات بتاعت الشاي اللي نقدر نشرب فيها شاي فكان هو كابتن علاء ميهوب طبعا رفيق الغرفة معي على طول وفقد الرفيق حتى بعد كده حتى بعد ما اعتزلته في اللجنة الفنية ونفس التقوص أعتقد يعني شايف الاجتماعات في اللجنة الفنية كانت كتير برضه لحد دلوقتي بس هو غير شوية دلوقتي بيشرب كابتشينو بتاعة بيغير متطلبات العصر طيب كابتن الحمدى مراد يحلم بالكلام مرحلة الحالية بالنسبة لفريق النادي الأهلي ممكن المرحلة بتبحث فيها عن النتائج أكثر من الأداء وأنا بتحدث عن الفريق الأول لقورة القدم وعنده مباراة مؤجلة مع الجونا وسلسلة من مباراة المحلية في التقويت الحالي خلال شهر ديسمبر تحديدا بص نتكلم بصراحة شوية في النقطة دي بالذات احنا في الوقت الحالي كنادي أهلي انا بتكلم كلعيب وكا يعني رجل بيعمل في النادي الأهلي مش مطلوب أداء ونبص على الأداء دلوقتي لأن احنا في ظرف السلسنائي من كم إصابات لكم يعني حاجات كتير عوامل كتير يعني خارجية ودخلية النتيجة اللي مفروض احنا بنبص لها دلوقتي كالعيبة وجمهيرتي بقى يعني فهمة كده كويس التلاتة بنت هم أهم شيء لأن احنا بنعيد الترتيب من أول وجديد وعادة الترتيب دوت لازم يواجبوا في النحة التانية نتائج جيدة مش مهم الأداء يعني مش هنقول للأهلي لا أداء كسب تلاتة خد تلاتة بنت بس الأداء وحش بتاع ده مش وقت دلوقتي احنا بنهم يعني بدايتنا المباراة اللي فاتت بترجيت بترجيت معظم الناس يقول لك الأداء وحش يعني مش مش على القدر وي 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 الكلام دوت يعني احنا بنبص في التوقيت دوت ان احنا نقف على رجلنا اللعيبة تستعيد الثقة جماهير تستعيد الثقة في لعبتها النادي الأهلي مختلف عن أي نادي تاني مشكلتنا ان احنا مش تواجد بس احنا رقم واحد بطولات سواء داخلية أو خارجية فدعب كبير علينا فعشان نخش في الطريق تاني مظبوط احنا يهمنا في الوقت الحالي ده تلاتة بنت مش هنبص على الأداء قوي ودي أهم شيء يمكن المباراة اللي فاتت تلاتة بنت اعادوا الثقة للعبين واتوقع انا مباراة الجونة بكرة هيكون في نتيجة وأداء لان برضو فرقة الجونة بتلعب لعب مفتوح ما فيش يقفلوا الملعب ومدايقة ومساحات ودي ميزة كويسة واحنا كنادي أهلي ولعب كنادي أهلي بتحب دايما ان الملعب يبقى مفتوح واللي قدامها يجريها في اللعب فان شاء الله بإذن الله يكون بداية تعديل المسار من مطش بيتروجيت للمرحلة الجاية دي مرحلة مهمة جدا يبقى فيها استقرار يبقى فيها اعادة ترتيب من كل شيء من الفريل الأول لقطع الناشئين لأن الندي الأهلي دايما مرهوم بالنتائجه وجمهيره كتير لا تتخيل نفسية الجمهير كبير وصغير لما بيكون النتيجة مش على هواء مش فوز اه يعني حتى لو تعادل برضو جمهور في أمز علينا عايزك تكسب على طول هو دايما لأنه هو دايما بيفكر في البطولة هو الجمهور خد الميزة دي من اللعيبة ومن الندي الأهلي أنه دايما بيبص على البطولة مش مجرد أنه هو تواجد والنهاردة تعادل مش مشكلة التعادل دي يعني في القموس عندنا أنا بتكلم عن نفسي من أول ما لعبت كرة في الندي الأهلي القموس عندنا التعادل ده أكبر خسارة يعني إزاي أنا هواجه زميلي وصحابي في الشارع وصحابي في الحتة إزاي هواجه إخواتي في البيت بالنتيجة دي مش عملت أن أنا لعبت وخلاص لا لعبت بس عندي مسئولية تجاه جمهيري جمهيري دي مطلوب مني أن أنا أفرحها دايما فدعي بي جبير دايما وإحنا لعبت الندي الأهلي دايما على قدر المسئولية الفترة اللي فاتت معلش أي نادي بيقدر يقع في الموقف دو إنما النادي الأهلي طول عمره الرجوع بيبقى أقوى مما ما الناس تتخيل بيعمل كامباج بشكل مختلف تماما خالص مختلف خالص يعني بينسي الناس أي فترة فاتت تكون الناس مش راضي عليها طيب مباراة الجنة بقر شايفها إزاي على المستوى الفني في ظل إن فيه ظرف متشابه الجونة برضو كان بيمر بسسلة نتائج ليست على ميرام غير الجهاز الفني تولى القيادة كابتل حمادة صدقي كان مدير فني الفريق اللي في جونة فبالتالي شايف المرحلة دي إزاي وشايف المباراة إزاي في ظل المعطيات داية بص هو النادي يعني فريق الجونة من الفرقة اللي أنا فجئتي بيها طبعا ببداية الدوري فرقة منظمة فرقة محترمة تملك عناصر جيدة جدا 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 والفريق اللي بيقى فيه كم كبير من العناصر المهارية الناس بتلعب كرة بيقدموا كرة كويس ويمكن عملوا نتائج كويسة كتيرة أنا أتوقع طبعا إن الكابتن حمادة صدقي معتغير المدرب ممكن الناس تقول بيغير الطريقة طبعا ما فيش الفترة قليلة جدا كابتن حماد صدقي غير الطريقة أو الشكل أو أداء الفرقة أنا أعتقد أن هم هيمشوا على النمط اللي هم بيلعبوا بهم من أول ماتش في الدوري هي فرقة ما بتدفعش هي فرقة في توازن فيها من ناحية الهجومية والنحية الدفاعية لأن خطوطها التلاتة متكاملة ومتنسقة أتوقع طبعا إن المباراة بتاعة بكرة هتبقى مباراة ممتعة لأن الفرقتين بيلعبوا كورا إحنا كنادي أهلي نتيجة مباراة متروجيت والتلاتة بونت هتدينا دفعة كويسة وهتدينا ثقة فيها نتيجة فأتوقع أن بكرة هتبقى مباراة ممتعة جدا جدا حماد صدقي في الجنة ممكن تكون مباراة مختلفة بالنسبة له وهي لعب النادي الأهلي لا ما أعتقدش هو هو طبعا هو كابت الحمدسة صدقي وإجتماع أكيد كان مهم جدا عديد من القرارات صدرت من هذا الاجتماع وكان البعض بتنبأ بقرارات أخرى لكن نسبة من حركة القرارات الرسمية التي صدرت من اجتماع اتحاد كورة القضاء والحقيقة النهاردة أول اجتماع بوقود المجلس بصدق مكتمل بعد انتخاب الكابت الحمدسة والسرطين رفعية للقرارات التكملية الجمعية العومية جرت في 30 أكتوبر الماضي كان أول القرارات كان تركية الكابت الأحمد شبير ليكون نابل رئيس الاتحاد والقرار كان بالتسجير دين مرة واحد نمرة اثنين تكريف النهاردة من نفس الكورانسائية نمرة ثلاثة كان في البطء على الاعتماد لجنة شميل اللاعبين ولا حفاظ المزاعة المتلمة من الكابت المجلس عبدالغاني بالصفة الرئيسة من شميل اللاعبين صارت المجلس مع المجلس عام حسين رئيسا السابقات موكس مسابقة القرارات الأول والموسم الحالي وكان فيه كلام ان شاء الله بإذن الله المجلس المفتوح في يوم عشرة دي سنبه هيجي الحاجة عامل تاني للعرض النهائي لموقف البطولة معافلين ان في خامل تعيب هيتم إضافته لعزية القسم الأول في القيد يناير خلاص أنا بضيف للخمس لعيبة وهيكون بعد كده فيه بقى مباريات يقدر حقا عامل يحطوا مباريات مثلا للسرعة من شركة في إفريقيا بين مباراتين للسلقيتين يقدر يحطوا مباراتهم من نصف يقدر عدد خمس لعيبة أكداد عندك عدد من اللاعبين اللي هيفروقها وهي همتقل وممتدر بعيد مكانهم فيوم عشرة إن شاء الله هيبقى العرض النهائي الموقف الثوري تمام كان فيه استعراض من الدكتور محمود سعد رئيس المدير الفني المتاحات عن عمل لجمال فنية وموقف البطولة وموقف البطولة المتاحات كان فيه قرار بإحداث متابئة كاس مصر للشباب من مواريد تلعة تسعين على مرار متابئة كاس مصر للفني الأول ده بين كل الأندية مجرد أن تشتراك ألف جنيه زي مثلا يشتراك خمس ألف جنيه بشارك في كاس مصر كل أنديية مصر من الدرجة الثالثة والرابعة والثانية حتى ما يوصلوا الزور للثنين وثلاثين مع فلق الأول هيكون فيه مشابه متابئة لكاس مصر لأن فيه سرق كتير من السرق اللي مش مشاركة في مسابقة القسم الأول عندها مراحل ناشئين قوية وعندها ناشئين على مستوى عالي فهدم استحساس لمسابقة كاس مصر إن شاء الله بإذن الله يبدأ الاشتراك الرغبة الاشتراك اعتبارا من أول البوء المغفل إن شاء الله بإذن الله ثم هتجرها القرعة بين أدية الترجمة الثالثة والربعة ثم الثانية وصولا لأدية التدور المتزأ والقسم الأول وإن شاء الله بإذن الله هيقام النهاية بتاعها في أحد الاستاذات الكبيرة وهيصلط عليها تسوق بشكل كبير استعرض المجلس طبعا استعدادات ترجمة طول الشاطئية ترجمة طول الشاطئية مؤهلة الكث العالم تجري في شرم السيخ اعتبارا من ثماني إلى أربعتاشر ديسمبر الحالي ثم في الآخر المجلس نفتوح إن شاء الله بإذن الله حتى يوم عشرة هنوعد تاني وفي ملفات لسه ما زالت مفتوحا شاء الله طيب أما في سؤالين يا كابتن أحمد السؤال الأول متعلق بي موعد نهاية الدور العام والنهاردة كان فيه جلسة مع الحج عامر حسين وحضر الاجتماع عشان التصور ويحضر معاكم الجلسة الممتدة يوم 10 ديسمبر يعني لغاية لما يقدم التصور النهائي الخاص بلجنة المسابقات فيما يتعلق بمسابة الدور الممتاز فيما هو يقال إن احتمالية الدور نفسه من خلال دي الوقت والمسافات في الفترة القادمة ممكن نستكمل البطولة بعد كاس الأمم الأفريقية في الكاميرون أو خلاص بعد صحب البطولة من الكاميرون يعني لسا مش عارفين الفترة الجاية البطولة فين لكن بغض النظر يعني البطولة الدورة هتستمر بعد كاس الأمم وهنا هتبع عندنا مشكلة إنك لما ديجي ترسل إعسام الأندية المتأهلة لدور الأبطال وكاس الكونفدرالية هيكون الوقت صعب جدا لأنك ساعتها يكون داخل في بداية البطولة الأفريقية للعام القادم اللي هتنطلق في شهر أغسطس فالوضع ده التحدي الكرة شايفه إزاي ويعي تبع محله إزاي إن شاء الله بإذن الله هتنتهي البطولة المحلية قبل بداية قبل اختيار المشاركة في الكرة أفريقية المسلمين إن شاء الله بإذن الله هنفعل كده وإن شاء الله بإذن الله قبل تحديد الأندية المشاركة في الكرة أفريقية المسلمين بإذن الله طيب برضو فيه خبر نازل على لسان حضرتك أن مصر بتنفي التقدم بأي طلب لاستضافة كأس الأمم بدلا من الكاميرون في صيف عام 2019 أول الكلام كان أن المسألة بهذا الشكل ما هيش تحد الكرة الوحدة هذا المسألة فيها تنصيق مع كبير جدا من الأجهزة المختلفة وأجهزة الدولة المختلفة تعرفين أنه مفيدة عظم صحومية وما إلى ذلك وفي تنصيق مع الأشقاء العرب في القارة فإحنا قلنا بالتحديد لو كان لدى أي من الأشقاء وخاصة المغرب الرغبة في التقدم بالتنظيم البطولة فإحنا هنكون داعمين ولسنا في مجال تنافس مع أي من الأشقاء حتى الأفرقاء إحنا قلنا أن سيد رئيس أبطا حديثيتي ورئيس أدور حليل الإتحاد الأسريكي إحنا مش في معرض المنافسة مع أي من الأشقاء لكن لو في أي وقت في أي أزمة في أي طولة خاصة للإتحاد الأسريكي وطلبوا من مصر المساعدة فإحنا جاهزين فورا لكن إحنا مش في مجال تنافس مع أي من الأشقاء وإحنا بنرحب تماما بأي حد من الأشقاء يقدم للإتحاد الأسريكي أكيد سؤال أخير كابتن أحمد يعني عايزة تضح منك الأمر أن في أخبار كتيرة بتنزل على المواقع النهاردة تحديدا صباحا قبل اجتماع مجلزة الاتحاد الكرة قيل فيه أن في مذكرة متقدمة من الكابتن عصام عبد الفتاح ضد الكابتن سالة عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الآلي حقيقة هذا الأمر وما نقش داخل هذا الاجتماع في اتحاد كرة القدم طيب يبدونا لها فقدنا لتصل بالكابتن أحمد مجاهد بس ده كان سؤال مهم عشان نعرف الوضع لأن النهاردة العديد من المواقع كتبت هذا الموضوع فكنا عايزين نعرف هذا الخبر مدى صحته من عدمه من الكابتن أحمد مجاهد كابتن حمدي الفترة القادمة يعني المهندس صاحب مجاهد تكلم عنه استضافة كاس الأمم المصر داعمة لأي دولة خلال الفترة القادمة أيضا كمان مسابقة الدور العام فيه اجتماع ممتد يوم 10 ديسمبر عشان نشوف يعني إمكانية أن ننهي المسابقة بإذن الله قبل كاس الأمم عشان ما ترتبطش بين موعد المتعلقة بيه الاتحاد الافريقي ومشاركة العندية المصرية في البطولات الأفريقية نتمنى طبعا أن الكلام دوت يتم إنما هورد يعني مش يتم إلا بمساعدة الأندية كلها لأننا بشوف أندية بتعترض على مباراة لا أجلي لا أعملي لا الكلام دوت فكل دوت ما بيساعدش المصابقة أنها تنتهي في التوقيت ده فأتمنى طبعا أن الكلام اللي قاله البشبونز أحمد بجاهد يتم تنفيذه بمساعدة الأندية ومجالس إدارات الأندية والدوري دوره مهم جدا ينتهي بكاس الأمم طبعا لأن لعبت المنتخبات كلها في عنديتها طيب أنا رجالي تامي المهندس أحمد بجاهد يا بش مهندس أعادي السؤال تاني أنا سمعت السؤال ومعدي الخط أقطع بقى طب كواس الحكري معنا تاني ما عكبوش السؤال أنا قريب بس على النحوات أكيد لكن أنا سمعت السؤال أحنا بس عشين نوضح أهل موقع بالضبط لم يتم التطرق إطلاقا في مجلس إدارة لا من قبل الكابتنا القمع عبد الفتاح أو أي من الزملاء الأعضاء هذا الأمر من قريب أو بعيد إجابة قطعة إجابة قطعة شكرا لك يا بش مهندس وكل التوفيق لمجلس دارة اتحاد كرة القدم في الفترة القادمة بإذن الله ربنا أكبر المقرص أحمد التوفيق إن شاء الله للتوفيق بإذن الله شكرا جزيلا كانت إجابة قطعة وإجابة كنا عايزين نسمحها بمصدر رسل من داخل اتحاد كرة القدم عشان ما يكونش فيه فرصة من البعض يستغل الفرص دي ويحاول يصير أزمة بشكل غير داع لنفظل أن كمان الكابتن سارد الحفيز ما هاجمش هو كان بيوجه تساؤلات يا كابتن حمدي بيعايز يعرف بالضبط مجموعة من الأمور وما كانش بيهاجم وانا بيوجه لهم على أي حد وكان بيتكلم بشكل طبيعي وبشكل منطقي وبشكل فيه احترافية وبشكل محترم كمان فبصة ده حقه حقه مشروع إنه هو بيسأل وبيعرض وجهة نظره إنما بدون تجاوز بالضبط هو رجل ما تجاوز إنما أنت في زمن الميديا فيها تقويل لكل شيء وتغيير اتجاهات لكل شيء فهنمشي وراء الإشعاعات دي أكبر مشكلة أنت خدت دلوقتي يعني رد قاطع رد قاطع من المهندس أحمد بجهد فيبقى يعتبر موضوع انتهى أكيد طيب الدوري أحرق كنت ذكرت قبل ما يعود لنا المهندس أحمد بجهد من تاني ضروري جدا تنتهي المسابة بكسر أمم عشان كمان مش أتكلم على إنك بترسل أسامي الهندية المتاهلة للبطولات الأفريقية لا الفرقة كمان اللي بتستعد البطولة الأفريقية والموسم الجديد يكون عندها فترة على أقل على أقل أسبوعين ثلاثة تاخد راحة واستعداد للموسم الجديد بص دي مشكلة كبيرة خلي بالك إحنا الأجندة زحمة أوى يا كابتن حمد جدا وبعدين دي بقالها فترة طويلة لعيب الكورة فترة الراحة بتاعته ما بيقدرش ياخدها فلاحهم المواصم في بعض ده برضو بتيجي في وقت بتأثر بتبص تلاقي نادي زي زمالك نادي أهلي أي نادي في الدور المصري عنده كم إصابات لأن فترات الراحة الدول العالم كلها بتهتم بيها إحنا ما نهتمش بيها فمهم جدا طبعا الأندية تقدر ترتب نفسها اللعيبة يقدر يرتب نفسه ما يبقاش رايح مجهد للمنتخب بتاعه وعنده إصابة فدي مشكلة كبيرة فيارب إن شاء الله يعني مصابة الدور العام تنتهي في معادها المزبوط زي المنص أحمد ميجاد مقال ده هيعود بالإجاب على لعابة المنتخب موسم صعب في ظل إنك كمان البطولة الأفريقية العام الحالي بدأ ما كانت بتقام على مدارة عام كامل هتتلاحي في ست شهور حتى في شهر يناير إن شاء الله متأهل لدول المجموعات كل شهر هتلعب مباراتي في شهر واحد مطشين شهر اثنين مطشين تلاتة مطشين تيجي على شهر أربعة تلعب مباريات دوري الثمانية مع مباراة من السيمي فاينال شهر ما وعيبقى في مباراة سيمي فاينال مع المباراة النهائية فتحس إن أنت بتلعب مباراة إفريقية أكتر من المباراة المحلية فهتجيب وقت منين مع ضغط مباراة مع مباراة مؤجلة إجازة الفنية تعمل إزاي مع الملفات ذي كابتل حمدي من الناحية الفنية واللعيبة نفسها تآهن نفسها للزحمة أو الازدحام في الأجندة خلال الفترة الجاية طبعا أنت ده واقع يعني مش هنقدر نخرج منه فلازم نهيئ نفسنا ونرتب أفكارنا ونرتب أيامنا ونرتب الفكر المجمع كله على هذا الوضع لأن أنت دلوقتي ما بقتش بطولة إفريقية فيه بطولة عربية فيه دورة عام فيه كاس مصر فيه حاجات كتيرة جدا زائد المشاغل اليومية للأشخاص سواء كانوا لعيبة أو مدربين أو 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 فبرضو دي العامل الكبير عليها على اللاعب نفسه إزاي يقدر يحافظ على نفسه إزاي يريح نفسه إلى جانب الأجهزة الفنية يبقى فيه يعني خط ماشيين عليه كلهم كل الناس ماشي عليه ما يبقاش ده في اتجاهه وده في اتجاهه علشان نبعد عن يعني إحنا إحنا في الوضع دوت موجود في النادل أهلي دلوقتي قدي إيه كم إصابات صعب جدا صعب جدا كتير جدا جدا يعني على مدى التاريخ ما حصلتش فده ناتج ناتج قديم مش 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 وليدي السنة دي يعني نتمنى طبعا أن الدنيا تمشي ب اللي هو يهيأ الجو للعيب الكورة أنه يقدي سعيده ارتباطات مع النادي بتاعه عنده ارتباطات مع المنتخب لأن في الأول وفي الآخر الدوري ناتج للمنتخب منتخب مصر وده تموح كل لاعب أنه هو يلعب في منتخب مصر وإحنا برضو منتخب مصر رائد في القرى الإفريقية فنتمنى طبعا تكاتف الجميع أن يساعدوا اتحاد الكورة ويساعدوا لجنة المصابقات في المباراة المؤجلة أو الاعتراضات على المباراة وانا النهاردة أنا عندي كذا وانا مش أقدر ألعب ولا أجل اشميع ندوت وشميع ندوت فدي حاجات مش مش في صراحة الكورة يعني أكيد طيب يعني بصراحة تحديد التحاد الكورة جلست يوم 10 ديسمبر للاجتماع مع الحج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لتقديم التصور النهائي وموعد نهاية الموسم موسم 2018 2019 ده شيء إيجابي جدا وجيد عشان تحضر للمرحلة القادمة في شهر يناير وخلال الستة الأشهر القادمة عدد مبارياتك المؤجلة في الدوري موعد المباريات القادمة موعد المباريات الأفريقية واستفادتك من القيد اللي هيكون في يناير فبالتأكيد كل الأجندة دي هتكون مهمة للأجازة الفنية عشان تبقى قدامها خريطة واستراتيجية تحضر لها في شكل جيد للفترة القادمة طيب كابتن الحمد أنا نتكلم برضو على مباراة الجونة خلال الفترة الأخيرة في مباراة الأهلي ظهر عدد من اللاعبين الجائزة الفنية بكبتن محمد يوسف إدهم فرصة التواجد في مساحات معينة من المباراة الأخيرة سواء كريم ندفت أحمد علاء أحمد الشيخ عودت كمان ناصر ماها شايف الفرصة إزاي وتقييمك لي أداءهم ومشاركتهم مع الآلف في المباراة الأخيرة بص هو يعني النقطة دي بالذات اللعيبة اللي انت ذكرتهم اللعيبة دول على مستوى عالي جدا جدا كل ما يحتاج ليه اللي هو الثقة أي لعيب لعيب كويس محتاج أن ياخد الثقة محتاج أن يلعب محتاج عدد التجاهل هو اللي بيوصل للنقطة دي زائد برضو أن اللعيب بيبقى مشارك في مستوى الفني وفي أداءه مدى تركيزه في الفريق هل عنده مشاكل خارجية هل عنده حاجات بتأثر عليه برضو دي الجهاز الفني لازم يراعي النقطة دي كون أنك انت تعرف حالة اللعيب بتاعك دي مهمة جدا جدا الموضوع مش موضوع أن أنا عندي 11 لعيب بنزلهم لا لازم يبقى فيه تقارب بين الجهاز وبين اللعيبة علشان حتى يقدر يستنتك أنا شايف النهاردة حمدي هيبقى كويس ولا مش كويس مش عارف الكلام ده أتقال أن أنا أقرب منه أن أنا أشوف مشاكله أن أنا مش مجرد أنه هو موجود الفرقة لازم اللعيب يحس بنفسه في الفرقة أو يحس بقيمته في الفرقة وبرضو مهم جدا على اللعيب الكورة وخاصة في الند الأهلي أنه هو يهيأ نفسه للمنافسة يهيأ نفسه أنه هو لعب أو ما لعبش يبقى وقف على رجليه ما يجيش أقدر عايز أستعيد بفلان النهاردة وهو برا التركيز وبرا فالشكل العام بيبقى باين في الملعب أنه هو مش مركز أنه هو مش كويس أنه هو مش في حالة كويسة فدي برضو يعني أنا دايما يعني في النقطة دي بزياد بعيب على لعيب الكورة بنسبة 70% أنه هو ما بيهيأش نفسه أو حتى بيدي الإحاء للجهاز أنه هو وقف على رجليه وأنه هو في الفكرة ذي كابت الحمد شايف أنك لعيب ما كانش بلعب فترات طويلة والجهاز الفن بيراهن على أنه هو يدفع به في المباراة القادمة الرهان ده ممكن تكون فكرة نكحة أنك تستغل الدوافع لعند اللعيب وأن الجهاز يعتمد عليه في المباراة القادمة بشكل عام بدون ذكر أسامي لعيبة مثلا آه بس مش بصفة عامة وبعدد كبير هي ممكن تيجي في لعب أو اتنين لأن وده اللي حصل دلوقتي آه فيه اللعيبة اللي هو بالمواصفات اللي أنت بتقولها دي أنه بعيد عن المشاركة فترة طويلة وتيجي يتراهن عليه آه لازم يبقى ليه موصفات ما تبقاش موجودة في كل اللعيب فبرضو بدون ذكر أسامي يعني أنا فيه في القائمة الكابتب محمد يوسف حتيتها بكرة أنا برعن على اللعيب ومش أقول على الاسم بتاعه ينطبق عليه الموصفات اللي أنت قلتها طب هو سؤال القادم الله أعلم مش عارف بقى تقصده ولا ما تقصدوش عودة مؤمن زكريا للمباراة وتواجده في قائمة مباراة الغد تقصدو تقصدو أنا كان إحساسي كده ترى عودته إزاي؟ مؤمن من الشخصيات اللي بتأثر بالحاجات الخارجية كتير يمكن الفترة اللي فاتت دي موضوع اللغة اللي موجوده ومش عايز يجدد عقده ومش عارف إيه وطالب اللازم ياخد الفلوس القديمة وكل الكلام دو أنا يعني ببصم مية في المية إنه غير صحيح إنما هو أثر على مؤمن أثر على تركيزه وأثر على أداءه ويمكن الفترة اللي فاتت مؤمن وهو مستبعد مستر كارتيرون مستبعده وهو لعب ماتش مع فريش شباب 97 بالضبط المباراة دي كانت صعب كانوا بيلعبوا جونا آه على بعض فاقت في مدينة نصر آه في مدينة نصر آه جي دربتين جزاء للنادي الأهلي أول ضربة هو ضايعها الدربة اللي بعدها بعشر دقيق كنت موجود في الماتشة كابتن حمزي لا ما كنتش موجود لأن أنا كنت جاي القناة هنا بس كنت بتفرج عليه في البيت قبل ما آه لما تزعى الهو آه فأنا بقول لأ قلت يا رب عادل عبد الرحمن يديله يديله الشوت الدربة التانية آه وفعلا ادهاله وأحرز منها الجول وإن كان هو جول الماتش انتهى واحد صفر واحد صفر في الجول دوت فرحة مؤمن زكريا بالهدف دوت لا تتخيلها أنا افتكرت أنه بيلعب نهاء إفريقيا يعني فرحة كبيرة جدا فكانت واضحة عليه كان بالضغوط الضغوط اللي برا ولما خد الصقة في لحظة ظهر مع دانه الحقيقي فأنا برا على بكرة مؤمن الفترة اللي فاتت دي أثرت عليه ويمكن الميديا أثرت عليه شوية وأكيد أنه هو رجع للتركيس داني وأنا مراهن على بكرة رهان كبير جدا طيب برضو بتكلم في جزئية المدارس التدريبية يمكن الفترة الأخيرة في الدور العام فيه مداربين كسرين راحلوا عن أندية يمكن لهم تبقى غير حوالي ثلاثة أو أربع أندية لسه ما غيروش الأجهزة الفنية بتاعتهم لكن بتكلم على الأهل تحديدا المدرسة التدريبية اللي ممكن تقود النادي الأهلي من وجه نظرك الفنية ومن خلال تعاملك حتى مع عديد من المداربين الأجانب في فترة سابقة داخل النادي الأهلي يعني في الحتة دي بالذات يعني مفيش مدرسة التدريبية النادي الأهلي يوقف عليها هو النادي الأهلي نفسه ليه مواصفات في المدارب اللي بيك سواء من برطغال سواء من الأرجنتين سواء من ألمانيا سواء ما إحنا كل الناس تتعاملنا مع مدارب من قبرص هو فرنسا أصلا بس واخد الجنسية القبرصية وكانت في قبرص وإحنا تتعاملنا معاه كون إنه هو في الوقت ده إنه هو لا يرتخب مثلا بالمستوى العالي إنما لعبت النادي الأهلي لا يؤثر فيهم المدرب حتى لو كان سيرة ذاتية أليلة أو تعامله أو فكره أليل مع لعبت النادي الأهلي كلام ده لا يفريش معه أبدا لأن لعبت النادي الأهلي مختلف خالص ليه فكره ليه إبداعه ليه طريقته ليه هدفه ليه تربيته يعني أي مدرب ييجي يتمشى مع النادي الأهلي بس بمواصفات النادي الأهلي بس كل مدرسة تدريبية لها مواصفات معرفة أداء اللعبة يعني فيه مدرسة بتعتمد على الاستحواز فيه مدرسة بتعتمد على الدفاع فيه مدرسة بتعتمد على الهجوم وعدم الاهتمام بالدفاع بشكل زائد فيه مدرسة بتعتمد على الشغل الطولي أو القراط الطولية زي ما بيقول مدرسة الإنجليزية سابقا برضو المدرس التدريبية انت ممكن اكيد حسب القماشة اللي معاج بتحب تشتغل على المدرسة العتيجية اكيد طبعا بس هو برضو يعني اي مهما كان المدرسة اللي جاية هو مش جاي مايقدرش يطبق طريقته برا لان هو بيجي يشتغل على طبيعة اللاعب المنبوعة اللي معايا اه اللاعب كمان يعني طبيعة البلد انت جاي بلد هتمشي البلد على طبيعتك ولا انت هتمشي على طبيعتهم على حسب الفكر المدرب الفكر الراقي اللي هو بيقدر يتعامل مع أي مكان فدي نقطة مش مختصرة أن احنا نقول النادي الأهلي محتاج المدرسة الأرجنطينية المدرسة البرتغالية لا احنا محتاجين مدرب شخصيته تتماشى مع شخصية النادي الأهلي زائد أنه ليه فكر ليه طريقة ما مش مجرد أن أنا جاي بمدرب أجنبي جاي أرص 11 لعيب ما هو أي حد بيقدر يرص 11 لعيب إنما أنا جاي بفكر الفكر مش مختصر على الدرجة الأولى الفكر مختصر من تحت لأن تحت ده أهم من الفوق طول ما الناشئين قاعدة الناشئين قوية لها برنامج لها شغل ده بيصب للدرجة الأولى للدرجة الأولى ما نكيش أنا أشتغل في وادي والقطاع الناشئين في الشغل في وادي طيب أنا طلعت لعيب عندي أنا النادي الأهلي اشتغل لعيب موليد 99 أو 8 أو 7 تحت السن بينزل يلعب مع فرقته بطريقة طبقه هو جاي على الدرجة الأولى فلازم يبقى فيه التوحيد ودي مهمة المدرب الهد اللي فيه في الدرجة الأولى إنه هو يقدر يمشي المنظومة كلها على الطريقة اللي اشتغل به بما أنك ذكرت كابتل حمز موضوع قطاع الناشئين والناشئين والاختيارات حاجة برضو من ضمن المدارس اللي بتحب تتجول فيه الملاعب المصرية وبتلف من اسكندرية ومطروح لغاية الصعيد اختيارات المواهب والناشئين سواء في الفترة السابقة أو في الفترة القادمة شايفها إزاي؟ وحتى فيه مشروع حتى بيتعامل دولة الاكتشاف المواهب من فكرة مشروع ألف محترف هو موضوع عن أنت الانتقاء دوت موضوع صعب جدا 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 وزي ما ربنا ميز لعيب الكرة بالبوهبة ميز الرجل اللي يقدر ينطقي سواء بينطقي لقطاع البراعم أو للدرجة الأولى لأن العملية مختلفة أنا بنتقي لعيب بيلعب مصابقة بيلعب حداشر في الملعب يعني فيه واجبات مركز فيه شخصية فيه وفيه وخاصة أنت بتختار للنادي الأهلي البراعم أنت بتنتقي الموهبة واللي عندك بعد كده ترتقي بالموهبة دي تقدر تطورها فالموضوع دوت مش بسيط ومش سهل وبنقابل فيه صعبات كتيرة جدا جدا لمصر مليانة مش عايزة أقولك لا تتخيل مليانة بالمواهب بس فيه صعبات كتيرة جدا هل في الملاعب ولا في الصفر وحضور المباريات على الفرق؟ في كل شيء في الملاعب والحضور والتنصيق زائد أن أنت بعدما بتنقل الموهبة وبجيب الموهبة ترتقي بها إزاي؟ يعني هي دي يعني معضلة مش الاختيار بس مش الاختيار بس هي هي سلسلة لو فكت السلسلة يبقى اللي أنت عملته كله راح الناشئين يا كابد الحمد اللي بتروح تفرج عليهم في الملاعب هل بتشوفوا من مباراة واحدة ولا بتتابعوا في أقصر من المباراة؟ بص فيه لعيب بيحتاج يعني خاصة لعيب الفرق الناشئين أو بيلعب مصابقة فيه لعيب بيحتاج أنك أنت تتابع مرة واثنين وثلاثة وفيه لعيب من أول خمس دقايق يعني مثلا فيه لعيب من مياه البحيرة اثنين من مياه البحيرة مواليد ألفين ومواليد تسعة وتسين شوفتون في خمس دقايق خمس دقايق هم أساسين دلوقت الحمد للقياه يعني موجودين في القطاع عندنا بيلعب قرم النقيب وأحمد أحمد السيد في خمس دقايق فيه مواهب لا خلاف عليها لا جدال عليها في قل وقت ممكن تقدر تقيمه ويقدر يقدم نفسه كويس غير لعيب تاني فيه لعيب تاني بيحتاج وقت طويل لأن دايما اللي بيحتاج وقت طويل دوت بيحتاج مجموعة عوامل كتيرة حواليه بتقدر تساعده وتقدر تبرز مواهبه غير البراعم الصغيرين دي بتختار موهبة الموهبة لازم يمتلك أي موهبة من الكورة والموهبة دي بتيجي تبني عليها انت بتتخيل يعني انت بتتفرج عليه انت بتتخيل أننا اديته الموهبة دي الطريقة دي طورته فانت في الأول بتكون شكل معين كده وبتستخر عليه فحتة الانتقاء دي من أصعب ما يكون والتسكين من أصعب ما يكون اللجنة الفنية اشتغلت على الملف ده سنتين تلاتة بشكل مختلف تماما لفيته ملاعب موصل أعتقد احنا شغالين بشكل صعب جدا وشكل مطعب جدا لأن بس في ناتج في ناتج في ناتج كبير بس احنا محتاجين أكتر لأن احنا عندنا أكتر من كده مليون ألف مرة كلاجنة فنية عندنا أكتر من كده مليون ألف مرة بس محتاجين يعني عامل مساعدة كثيرة أكيد في نظرة في المواهب يا كابتن حمزي؟ لا في نظرة في المواهب في الحتة اللي انت قاعد قداما متحركش إنما لو اتحركت بينها وروحت هنا وهنا 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 هتلاقي مواهب كتيرة جدا بس زي ما بقولك الظروف المعيشة والظروف الطرق والظروف المادية والملاعب وعاجات كتيرة بتمنع المواهبة دي أنها تقدر تيجي وحتى يعني بيصادف كتير مواهب كتير بتيجي تيجي مثلا نادي الأهلي أو نادي المقولين أو نادي الزمالك هو بيجي مرهق يعني تخيل أنت لا واحد بيجي من أسيوت بيجي في ثمان تسع ساعات ده لو راكب القطر ولو راكب فتخيل أنت بالسن ده لا تغذية وظروف معيشية صعبة وبيجي لك وتيجي تقدر هتحكم عليه في قد ديه طب ما منهك ده نادي يوم راحة وبعد كده تشوفه تاني يوم احنا كمان مشكلتنا كمدربين يعني احنا ما مبصش للنقطة دي خالص لأن دي أدق التفاصيل كابتن جوهر علمنا في الكورة حاجة كده أدق التفاصيل هي دي اللي بتوصلك للتفصيلة كبيرة الوجهة كبيرة فاللعب برضو المدربين ما بيقدروش يحطوا للنقطة دي اللي عيب ده مرهق اللي عيب ده ظروفه جاي الجيب جاي مقدود يقدر يديله فرصة تانية فبيحكم علم الأول ولعبه كتير جدا 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 راحت من لنا بالشكل ده بتتحرك كبناء على معلومة ولا بيبقى عندك صابت معرفة ان فيه فرقة في القسم التاني أو التالت أو في قطاع ناشئين فيها مواهب أروح أتفرج عليه فكرة الكشفين لأن الدور ده ما بقاش موجود دلوقتي خلاص زي زمان احنا بالنسبة لنا احنا ما يعتبرش كشفين كشفين دول بيبقوا يعني ده راجل متواجد في محافظة موجود انما احنا بنيجي بنتحرك على معلومة 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 ايه من ناس كتير أصدقاء كشفين صعاب فيه كشف أنا مثلا أنا معرفوش هو بيجيب تليفوني بيقول له يا كابتر حمدي فيه فلاني فلاني في المكان الفلاني زائد الصداقات الكتيرة الحمد لله يعني من فضل ربنا مدربين مصر في جمهورية مصر العربية كلها في صداقة وفي صلة وفي اتصالات لما بيكون حتى لو مدرب ماسك فرقة بيقول لي أنا عندي لعيب كذا 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 وتهتم بالمكالمة مش بهتم ده شغلي أكيد مش يا كابتر علاء جالي تليفون كذا 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 من غير برضو كابتر علاء من غير ما يفكر روح روح لاني دايما تحركنا بيبقى مع بعض كلنا بيبقى أنا برضو بهتم بجزيات الصغيرة أدق التفاصيل أنا بهتم بأدق التفاصيل أنا بأخد أدق التفاصيل فيها ده فين وليه وليه فين والحاجات دي كلها تمام طيب وإحنا نتكلم عن الدور العام وتطرقنا في أمور كثيرة خلال هذه المسابقة ملف التحكيم يا كابتن حمدي شايف مدى تأثير التحكيم على مسابقة الدور العام ونتائج بعض المباريات بص أنا لي رأي مختلف خالص متهيأة لكذا عن مصر كلها فيه التحكيم أنا ما كيش جنبه أبدا ما كيش جنبه أبدا لأنه جزء من اللعبة ينفع فيه ماتش يشتغل من غير حكام لا أكيد لا جزء من اللعبة الحكم موارد أنه يغلط سيبك من الموضوع يقولك الحكم مرتشي والكلام دوت برضو أنا لا ما بتتقلش في مصر أنا بعتقدش فيه هي بتتقل بس في مباريات تانية خارج مصر لكن في مصر لا أنا ما بعتقدش فيه ليه للأسف أن أنا بسمع من المدربين في مصر يقولك الحكم ده جاي عشان يكسب الفرقة دي ده فرقة ممتاز ده مدربين يعني المفروض المدرب قضوة لللعبة بتاعته لما المدرب يطلع يقولي الكلام دوت اللعبة هيعمل إيه ما هو نازل أصلا خسران هو عنده المبرر ما هو المدرب بتاعه قال إن الحكم دوت جاي خسرني فالتحكيم جزء من اللعبة جزء من الإصارة في اللعبة جزء من الأخطاء في اللعبة بس لو لقيته رايح في اتجاه إنه هو مثلا أربع خمس مباراة متتالية حتى لو بدون قصد فرقة بتكسب نتيجة أخطاء تحكمية يعني الأخطاء التحكمية رايحة في اتجاه واحد كمدرب أو كلاعب برضو وجهة نظرك في المسألة دي تبقى أنا وجهة نظري برضو أنا التحكيم دوت يغلط ما يغلطش مش بتاعتي لأنه هو أنا وارد أن أنا كمدرب ممكن أغلط مطش واثنين وثلاث اللعيب ممكن يغلط مرة واثنين وثلاثة في الملعب طب الحكم دوت الحكم ده بشر زي وزيك وزي اللعيب هو بياخد قراره في إيه فقال من الثانية مش وارد أن يغلط أكيد مش وارد أن ما يكونش موفق النهاردة معانا بيجي اليوم بتاعي دي اوف في اليوم دوت بس ما تكونش أخطاء مؤسرة أو متكررة معه لا متكررة يعني مقصودة بس بتختلف من حكم لحكم بس صدفة أن كذا حكم مثلا أخطاء بتبقى متكررة أنا يعني برضو بتفترض حسن النهي مع عشان كده أنا بقولك أنا مختلف عن الدنيا في مصر كلها الحكم الوحيد يعني أنا طول حتى وأنا مدرب وأنا بدرب أي فرقة رقم واحد عندي الحكم دوت رقم واحد في الملعب المصر دوت مش يقام ألا بالحكم ده غلط مالكش دعا بيه أولا الحكم ما بيجيش الكرة تخشج وجوله ويجي طلعها لا الحكم وارد أنه يغلط أنا بغلط أنا مدرب بغلط وأنت لعيب أنت بتغلط والحكم برضو بيغلط هي كرة إيه كرة إصارة أنا مدرب أخذ قرار وجاذد به والحكم برضو ممكن ياخد قرار بيجاذد به وهو مش شايف بس هو خد إحساسه وممكن الإحساس دوت ما يجيش على هواك ويجي على هواك أنت يعني وارد الكلام ده كله فالتحكيم حلقة مفروغ منها نحن نتكلمش فيها يعني مش مبرر أكيد لا وجه التزركة الحمس طيب جزاية أخرى هتكلم فيها فيما يتعلق به المنافسة على الدوري تغيير 15 مدرب في 15 نادي خلال هذا الموسم وحنا لسا ما خلصناش الدور الأول بيغير شكل المنافسة ولا بيخلي شكل المنافسة إزاي سواء في المقدمة أو حتى في الهبوط لا هي هي ما فيش هي أولا تغيير المدربين دوت هي نغمة موجودة وزيها زي جدول الدوري المباراة طول عمرنا المدرب دائما مرتبط بالنتيجة المشكلة أن أنا كنادي لما بجيب مدرب مفروض أن أنا بجيب مدرب فيه استراتيجية فيه هدف أنا بشتغل عليها طول الموسم ما جيش مطش ومطشين واشيلو وراح أجيب واحد لسا ماشي من نادي تاني نفس المنطق إحنا للأسف إن إحنا بنقلت بعض يعني ما فيش مدرب بيقعد يوم في بيته بيسيب الفرقة دي تاني يعني منطق ده مش موجود في المغرب على فكرة وبعض الدول الشمال الأفريقية يعني مثلا أديك مثال فوز البنزرتي استقال من تدريب الوداد وذهب لتدريب المنتخب التونسي قعدوا فترة طويلة جدا بيشوفوا حل قانوني لعودة فوز البنزرتي من جديد لنادي الوداد فيه قانون حتى في الاتحاد المغربي إن المدرب اللي بيشتغل في نادي خلال هذا الموسم لو تم إقالته أو استقال ما يعودش لهذا الفريق في نفس الموسم طب هل ده صح ولا غلط هي رؤية فنية لا هي صح هي صح صح مليون في المية لأنه أنا كمدرب أنا بعتمد على إيه أنا بعتمد على وكيل وعلاقة بمجلس إدارة ماسك الفرقة يعني أنا ما عنديش اهتمام بيها خسرت كسبت أهي ماشي أنا عملت خسرت أنا مش عاد في يوم الوكيل بتاعي تاني يوم هيجيب لي نادي تاني تجهز للتجربة التانية أه إيه المشكلة طب إيه الدفع اللي هيخلني أموت نفسي على المكان إن أنا أبتكر إن أنا أغير إن أنا يبقى عندي رؤية هو إيه أنا يعني عملت غير المدربين طب رؤية النادي دوت غير النادي دوت غير النادي هي هي أنا بروح من هنا بنفس تشكيل زائد إن أنا بتيجي فترة انتقالات شتوية أو انتقالات صيفية الشوية اللعيبة اللي كانوا هنا بتاع بجيبهم هنا تاني وبرضو مشيت أروح جايبهم يعني منطق لازم لازم يبقى فيه شكل وحتى اتفاق جين تلمان موجود بين الأندية والتحاد الكورة إن الموضوع دوت صعب جدا جدا وأولا مش فير مش فير ومش موجود في العالم كله تمام طيب برضو فيه تجربة للمدرب اليوناني جانيويس المدرب وادي ديجلة شايف تجربة جنيويس زي مع وادي ديجلة السنة دي رغم إنه هو في بداية الموسم ما كانش فيه نتائج جيدة لكن بعد كده ابتلت النتائج تتحسن وكان فيه يعني صبر أو فيه احترافية من ماجد سامي رئيس النادي كويس إنك إنت قلت النقطة دي اللي أنا اتكلمت في النقطة بس ما اتكلمتاش في التلفزيون أو في أي حتة كلمتهم مع أصدقاء يعني وكده النادي الوحيد اللي موجود في الدوري المصري أنا من أول مطش لودي ديجلة في الدوري وأنا كنت بتفرج على ودي ديجلة هنشوف أعمار لعبي ودي ديجلة أعمار السنية كلهم يعني سبعين في المية أو ستين في المية من قوام الفرقة تحت السن أولا المدرب ليه رؤية وهو جاي بناء عن رؤية النادي استراجعة النادي نفسه هو النادي عايز ليه هدف معين ليه شكل معين عايز يأدي به أو ماشي به الخطة ماشي بيها جاب المدرب على نفس النمط بتاعه والمدرب عنده الحرية كله من أول يعني من 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 الصفر لرقم عشرة يعمل كل شيء الراجل جاي بفكر يوافق فكر الإدارة بتاعت ودي ديجلة جاي بطريقة بينفزها ومحدش اعترض عليه وابتدت تظهر على مدى موسم الدوري هتظهر أفضل وافضل وافضل الفرقة الوحيدة نادي ودي ديجلة اللي بيلعب دايما زيد واحد زي الهندبول الهندبول أو اللعب الخماسي لما بتجيب الجول بتاعك بيقدر يلعب كورة انت بتبقى زيد واحد لانه بيطلع يلعب معك كورة بيكمل معه هو ودي ديجلة بيلعب زيد واحد لانه دايما بيعتمد على الحرس المرمى انه هو لعب كورة طالما في النقل في أي جزء من الملعب انه هو بيستعين بالحرس المرمى على فكرة دي نفس التجربة جوارديولا مع منشسر سيتي يعني ممكن أنا ما بيحب يستفيد بدور حرس المرمى انه يكون لي يعرف يعمل باسنج يعرف يعمل كورة طولية بيلعب كورة حرس مرمى بلغة لعب كورة ما أنا بقول لك هو ما هو بيلعبه زيدين واحد بيقدر يعني عشان يخترق الخط الامام الهجومي لأي فريق منافس ليه هو بيستعين بعبد المنصف معاه بيشتغل معاه وبيشتغل من لمسة واحدة هي دي كمان الكون انك انت توقف فرقيتك انه التحرك دوت واللعب من لمسة واحدة وفيه اتقان في الباص وقوة في الباص وبعدين استلام استلام كويس ورؤية كويسة والتحرك بالكورة من تحت لحد الثمنتاشر ومش مستعجلين يعني ده فكرني بالبرازيل في التمانينات في كسر العالم طول عمرهم البرازيل وعضاء 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 في امريكا بيحسسك حتى لو مغلوب انه هو كسبان لانه بيلعب كورة فطبعا انا تحياتي طبعا لمجلس ادارة ودي ديجلة ومضالب ودي ديجلة على النمط اللي هم ماشيين به والطريقة اللي ماشيين بيها وهي دي الكورة هي دي متعة الكورة انا بتفرج على ودي ديجلة ولا بتمتع بالكورة تمام سؤال اخير كابتن حمدي ابناء الاهل اللي بيقودوا اندية الدور في المسابق السنة دي شايف فكرة نجاح ابناء النادي الالي في تدريب الاندية يعني شايفين كابتن مختار مختار مع فريق الانتاج الحرب بعمل نتائج كويسة جدا موجود في المقدمة وجود كابتن حمضة صدقي مع الجونة في الفترة القادمة نشوف شكل ان كان ليه تجربة نجحة جدا مع فريق سموحة كابتن علي ماهر رغم النجاح التجربة مع سموحة ما كانش بالشكل المأمول لكن وجوده في امبي في الفترة القادمة اللي بعد بتوقع نجاح كبير جدا وعودة امبي الانتصارات وتوجوده في المقدمة وجود ابناء الاهل في الدوري بنجاحات مختلفة في اندية كل نادي كمال له ظروف مختلفة عن التاني شايفها ازاي هو طبعا يعني النقطة دي بالذات بتعود على الخلفية الموجودة للمداربين النادي الاهل هو اتربى في النادي الاهل خد قيم النادي الاهل وطريقة النادي الاهل ان هو مدارب النادي الاهل في اي مكان منتمل النادي الاهل في اي نادي هو بيروح هو بيشتغل على المنافسة مش على التواجد هو بينقل الروح دي موجودة احنا شايفين مثلا عماد النحاس في المقاولين عمل طفرة ليه هي ده رأيي يعني ده روح النادي الاهلي وفكر النادي الاهلي انه دايما بيلعب على المكسب بيلعب على البطولة فهو دوت اللي فارق زي النقطة اللي انت بتكلم عليها مداربين النادي الاهلي في الاندية بيقود الاندية كلهم الحمد لله عاملين نتائج كويسة وبيقدموا كرة ممتعة وليهم بصمتهم يعني ظهرة في انديتهم وظهرة في لعبتهم وفي نتائجهم وفي نتائجهم ودي مش جديدة على واحد اتربى في النادي الاهلي طيب كابتن الحمدى براضي في اختم هذا الحوار كلمة اخيرة او رسالة اخيرة تحب تقولها هرجع اقول تانية الحمد لله على السلامة كابتن الخطيب وربنا يتم يمشي فاك على خير رجوعك لبلدك وبيتك وجماهيرك النادي الاهلي وكلمة تانية لجماهير النادي الاهلي ان شاء الله بدايتنا وبداية الرجوع من المباراة اللي فاتت بترجيت واللي جاي ان شاء الله هتستمتعه اكتر واكتر بإذن الله كابتن الخمزة براضي شرفتنا ونورتنا ودائما موفق ومتؤلق خلال الفترة قادمة في عملك التدريبي او حتى مع اللجنة الفنية مشكريم ليك جدا ونسعيك جدا بتوابدي معاك محمد شكرا لك كابتن حمد احد نجوم النادي الاهلي في فترة السامن الانيات وليه دور كبير جدا مع اللجنة الفنية ونجوم النادي الاهلي اللي بالتأكيد بيدوروا وبيلفوا في الاندية المصرية وفي الملاعب للاستكشاف وضم المواهب لقطاع الناشئين وايضا كمان في ضم افضل اللعبين للفريق الاول نقطة مهمة كمان النهاردة كان احمد مجاهد وضو مجزة اتحاد كرة القدم والقارات التي اتخذت في الفترة القادمة ولكن الخبر الابرز في هذه الفترة ان بإذن الله يوم 10 ديسمبر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات هيقدم التصور الخاص بنهاية مسابقة الدوري للمرحلة القادمة عشان كل الفترة القادمة نشوف الاجندة والاستعدادات بالنسبة للنادي الاهلي سواء على المستوى المحلي او حتى على المستوى الافريقي تلك هي نهاية الفقرة الحوارية الاولى وبعد الفاصل زميلي عمر ربيع ياسين والفقرة الحوارية الثانية اشتركوا في القناة